اشتركوا في القناة وتابع مسؤول اللجنة الخماسية ان ما يحدث حاليا من اعتراضات من قبل الاندية على تأجيل مباراة القمة وتهديدهم بالانسحاب من الدور ليس في محله نظرا لان قرار تأجيل مباراة الاهل والزمالك امني ولا علاقة لاتحاد القرى به مؤكدا انهم حرصون على انتظام المسابقة اكثر من اي طرف اخر واكمل اننا لن نخضع لأي تهديدات من الاندية والفريق الذي لن يتوجه لملعب المباريات سيعد منسحبا وبالتالي يعتبر خسرا وكان المقاولون العرب قد اعترض على قرار الجبلاية بتقديم مباراته ضد الزمالك واكد ان ناديه سيلجأ للجنة الولمبية احتجاجا على قرار اتحاد الكرة المصري بتقديم مباراته امام الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري لتلعب السبت المقبل مع المطالبة بإلغاء بطولة الدوري وقرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل بين الاهل والزمالك على ارضية ملعب استاد القاهرة الدوري لحساب مباراة الجولة الرابعة من الدوري وذلك بسبب تعليمات الامن ومن المنتظر ان يتم تحديد موعد لاحق للمباراة في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة